طيب ايه حقيقة بقى بوضوع التصريح ده بالنسبة لانه الجنيه تاني افضل عملة في العالم طبعا حضراتكم عارفين الدولار عارفين اليورو الدينار اساسا وكان يعني حتى في حد قام دي كده على موقع التواصل الاجتماعي لما الجنيه تعرض للتعويم والدنيا اللي احنا كن فيها دي فقالك يا جماعة في كل العملات اللي بالحرف الدال كلها لو تاخدوا بالكو يعني طالع السماء إلا الجنيه فياريت نغير اسم الجنيه بدل ما يبقى جنيه نسميه دينيه يعني دي حاجة بس لكن الراجل بقى هل فعلا قال التصريح ولا لأ وجاءتها في اي اطار دي تصريحات كانت لوزير المالية المصري معيط وكان الحقيقة داول مستخدمه مواقع التواصل الاجتماعي انه معيط وزير المالية المصري قال ان الجنيه تاني افضل عملة عالميا لكن الحقيقة بالبحث تبين ان تصريحات الوزير المصري مجتزقة من سياقها هو لم يقول ان الجنيه المصري تاني افضل عملة في العالم لا هو كان بيتكلم ان الجنيه المصري يعد تاني افضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن في قيمة العملة من خلال عام 2020 ولحد دلوقتي يعني بيتكلم في التحسن يعني الجنيه بينتعش معرفش بينتعش ازاي وعندنا تقارير متضاربة الحقيقة ستاندر اند بورز النهاردة كانوا بيقولوا انه هي انه الجنيه المصري هيرتفع امام الدولار على نهاية العام وهيوصل لمستوى 45 قبليها كان فيه كان من يومين كان عندنا انه هاني جنينا كان بيقول سعر الدولار في مصر هينهي 24-24 عنده مستوى 49-50 جنيه طب احنا نصدق مين فيكم مش عارف عموما يعني ستاندر اند بورز بتقول انه علشان خاطر انه فيه قدرات اقتصادية دلوقتي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وانه برضو كان بيتكلموا عن حجم التدفقات بالعملات الاجنبية لتلقتها مصر وكان بيتكلموا برضو ان التدفقات يعني وصلت ما بين بين 24 مليار دولار قيمة الصفقة صفقة رأس الحكمة 20 مليار دولار اموال ساخنة ومليار دولار بعد المراجعة الاخيرة وصدق النقد الدولي فكانوا بيتوقعون هينهي الدولار سعره على بال اخر السنة اللي احنا بنتكلم في 6 شهور هيكون 45 هاني جنينا بيقول لا هيكون 49-50 جنيه والاية مبينة كمان بي ام اي شركة الابحاث التابعة لفيتش سولوشيانز كانت بتقول ان هي في صافي الاموال اصول الاجنبية اللي تم تحويلها للنظام المصرفي المصري حققت فائد وده معناه ان فيه تدفق كبير للنقد على الاجنبي بالنسبة للبلاد وان الشركة فيه تقرير ليها كانت قالت ان نظرتها لأفاق القطاع المصرفي المصري تحسنت بشكل ملحوظ بعدما حصلت مصر طبعا على التعهدات بالتمولات الاجنبية باجمالي 57 مليار دولار مع الاخبار عن التحسن والدنيا دي لسه ما زلنا في ردود فعل على موضوع رفع سعر رغيف العيش من خمسة قروش لعشرين قرش والحقيقة ان فيه حاجة غريبة جدا انا كنتش فاهميها هو الناس ليه فاهمين انه حصة المواطن تقلصت فالناس كانوا بصين اللي بيدفع يعني انت لما كانوا بياخدوا عشرة رغيفة بخمس قروش فكانوا كده بيدفعوا خمسين قرش فهم فكروا ان هم هيدفعوا الخمسين قرش هي هي وهايخدوا رغيفين معرفش بصراحة الافتكاسة والفكر ده جمنين وعنها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ان الناس بقى متضايقة وحصة المواطن من الخبز المدعمة لها تقل رغم ان الموضوع ده مش صحيح خالص يا جماعة انت بدل ما هتدفع الخمسين قرش في العشرة رغيفة انت لو انت هتاخد العشرة رغيفة هتدفع فيهم في كل رغيف دلوقتي عشرين قرش فالموضوع مالوش علاقة خالص بقصة انك انت هو هو اللي بتدفعه فبدل ما كنت هتاخد عشرة رغيفة هتاخد رغيفين طبعا الرافع ده كان بنسبة 300% عشان كده خض الناس لكن عموما فيه انتظام في صرف صحة المواطن من رغيفة الخبز المدعم المستحقة والحلقة اللي فتت انا بعدتلكه كان كل اسرة مع عدد افرادهم ايه بتاخد العدد المسموح لها من الارغيفة بس بتدفع كم بتدفع على بناء على سعرهم 20 قرش مش خمسة قرش فبالتالي مفيش اي حاجة كل حاجة ماشية بشكل طبيعي مفيش انتقاص في الحصة كل الحكاية انك اللي انت بتدفعه من جيبك بتدفع اكتر وعشان كده كانوا بيدرسوا فكرة ان هم يبتدوا يصرفوا اموال نقدية لزاوية الدخل المحدود بدلا من الموضوع العيني علشان برضو الدعم يصل الى مستحقي حد برضو عمل حاجة كده انا استغربت لها جدا معرفش مين برضو اللي افتكس هذه الافتكاسة بيقارن ما بين اسعار الخبز في مصر مقارنة بدول العالم اللي هو ايه جماعة تا الدستور معرفش بصراحة يعني بيقولك انك انت دلوقتي مصر ب20 قرش اللي هو .02 من الدولار الاردن ب52 دولار يعني .73 من الدولار السعودية ب5 ريال .4 المغرب ب47 ب .47 درهم يعني .05 دولار بس خلينا بقى نروح لامريكا والمانيا بيقولك بص بقى سعر رغيف العيش في امريكا كام معرفش برضو فكرة انه الرغيف في مصر ب25 قرش انا عايشة في امريكا يا جماعة مشتريتش رغيف ب3.57 ده رغيف ايه طيب بال3 دولار دي يعني مش عارفة دي بتبقى العيش اللي هو مش العيش البلدي ممكن تبقى العيش الفرونساوي يعني فبيقولك ان الرغيف العيش في امريكا ب3.57 دولار يعني 168 جنيه ورغيف العيش في المانيا ب2.14 دولار يعني 101 جنيه وفي تركيا انا معرفش المقارنة دي لي اولا من فاش تقارن المقارنة دي خالص والفكرة كلها زي ما قلنا انه الرغيف العيش بيكلف الدولة 125 قرش وقالت لك دلوقتي احنا بدل 5 قرش اللي من 30 سنة زي ما هو عملوا بعشرين قرش عشان كمان يحسنوا الدنيا وانهم بيستفكروا يصرفوا اموال يعني نقدية عشان المواطنين اللي هما غلابا لكن فكرة المقارنة دي انا مستغربوها جدا جدا بجد الحاجة التانية المهمة برضو او اللي الناس علقوا عليها قالك ايه ده ده القاعدين يتكلموا على انه السعر الرغيف العيش بيكلف 125 قرش ايه اللي بيعملوه ده ده ممكن الرغيف السياحي بعد شوية بعد كام يوم كده هنبص نلاقيه ارتفع ودي حاجة مش كويسة بصراحة انه يبتدوا يتكلموا عنها بالنسبة لسعر الرغيف العيش ويقال برضو ان فيه تحريك في اسعار البنزين الفترة اللي جاية ربنا يكون مع المواطن المسجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر